بسم الله والابن والروح القدس على الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته بركته الآن وكل قوان ظهر الظهور كلها أمين الحد الثالث من السوم الكبير معروف بأسماء متعددة البعض يقول عنه حد الإبن الضال البعض يقول حد الإبن الشاطر الإبن التائب حد التوبة لكن هو ليه اسم كمان الحقيقة مش مشهور أوي وهو حد الاتضاع حد الاتضاع لأن في هذا الأحد يعلننا هذا الفصل من الكتاب المقدس عن اتضاع الآب واتضاع الإبن أيضا أو الأب وابنه الأصغر والأب هنا بيرمز إلى الآب السماوي بيرمز إلى الله الذي اتضاع وأرسل ابنه الوحيد آخدا شكل العبد لكي ما ينقذ البشرية جميعا وأيضا اتضاع الإبن الأصغر الذي يرمز إلى البشرية كلها الإبن هنا اللي هو إحنا يعني مش الإبن اللي هو السيد المسيح إحنا النهاردة بنعمة ربنا هنبص على الجانب الثاني وهو إتضاع الإبن الأصغر اللي هو يرمز إلى البشرية نفسها لأن في نوعين من الإتضاع أو نوعين بنعبر عنهم بكلمة الإتضاع إتضاع بالمعنى الحقيقي له وإتضاع بين دي يعني كمجملة شوية كده الإتضاع بالمعنى الحقيقي يعني إنسان له أو يعني واحد له مكانة عظيمة جدا ويثنازل عن هذه المكانة ويتضع والحقيقة الوحيدة اللي بيتسم بهذه السمة هو الله فقط يعني كلمة إتضاع حرفيا كده لا تنطبق على أي كائن ولا أي مخلوق ولا أي إنسان غير الله فقط لأنه وهو عظيم وهو الجالس على الشاربين وهو خالق الكل إتضاع وأخذ شكل العبد فده المعنى الحرفي للإتضاع وفيه معنى تاني للإتضاع اللي هو يعني إحنا بنتكلم فيه دايما كتير والحقيقة إحنا بنستخدم كلمة إتضاع يعني بنحية من المجملة وهو الإتضاع أن الإنسان يدرك حجم نفسه وده مش إتضاع ولا حاجة ده مواجهة للحقيقة يعني ولكن إحنا بنسميه إتضاع معلش نستخدم الكلمة دي عشان شكلها لطيف شوي فنقدر نقول إن الإنسان لما يتضع هو في الحقيقة هو إنسان بيدرك هو فين بالضبط بيدرك قيمته الحقيقية بيدرك إنه هو ترابه إلى التراب يعود بيدرك هو مين بالضبط فإذا أدرك هو مين بالضبط تبصت لقيه صغر في عين نفسه وتزلل لإنه أدرك الحقيقة وأدرك حقيقة نفسه وهو ده نوع الإتضاع اللي نتكلم عليه النهاردة حد الإتضاع اللي بنتكلم عليه النهاردة بنقول إن الإبن الأصغر اللي ضيعه الكبرياء واللي رجعه بالإتضاع فكروا فيها معي شوي الإبن عايش في البيت مع أبوه عنده كل حاجة مش نقصه حاجة أبدا إلا حاجة واحدة تفتكروا هي إيه؟ فكروا فيها لحظة كده إبن عايش في العزة بتاع أبوه وزي الأب ما قال للإبن الأكبر وبرضو كان القانون ده ينطبق على الإبن الأصغر إن كل ما ليه فهو لك كل حاجة هنا دي بتاعتك إنت عايش في بيت أبوك تتمتع بكل ما يتمتع بيه أبوك ما عاد حاجة واحدة وهي إيه؟ إنك تكون مكان أبوك الحاجة الوحيدة إنه ممكنش تتمتع بيها إن أنت تكون صاحب المال تتمتع بيه زي ما أنت عايز زيك زي أبوك بالضبط ليه كل حقوق في البيت ده تاكل وتشرب وتسكن وتشبع وتعمل إنت عايزه وليك خدم وليك حشم وليك لبس وليك مكانة وليك سلطة وليك كل حاجة زي أبوك بالضبط ما عاد حاجة واحدة إنك تكون مكان أبوك وهي دي المشكلة بتاعت البشرية من أول يوم سقط الإنسان سقط ليه؟ لإن الشيطان قال له إيه؟ تصيران مثل إيه؟ طب دي أدى محاوة ما كانش يحتاجوا إلى أي شيء عايشين في الجنة لا احتياج لهم لأي شيء إلا حاجة واحدة اللي حطوا عنيهم عليه فسقطوا أن يكون مثل الله وهنا تيجي نقطة الكبرياء مش مكتفيين باللي هم فيه الشيطان دخل بذرة الكبرياء في قلبهم أن يصيرها مثل الله ودي الخطيئة اللي وقعته الشيطان نفسه إن هو الشيطان كان ملاك برضو ما كانش محتاج لحاجة أبدا كان عنده كل حاجة ملاك عظيم جدا من أعظم رؤساء الملائكة وكان بارع الجمال وكان مليان حكمة وكان فيه صفات مش موجودة في معظم الملائكة الموجودين ولا ينقصه إلا شيء واحد أن يصير مثل العلي مثل الله الحاجة الوحيدة لنقصة اللي هي بتدقل في قلب الإنسان من خلال الكبرياء الإنسان لو عارف حجمه يعيش متضع ويعرف هو مين ولكن لما بيجي فكره يرتقي إلى مستوى أعلى مما ينبغي عليه أن يرتقي تبص لقيه سقط بسبب هذا الكبرياء لما نيجي نفكر كده برضو في سؤال تاني بسيط الإبن هو سايب بيت أبوه سايبه وعنده ضعف وهو راجع لبيت أبوه برضو كان فيه ضعف يعني لو جي واحد يتكلم الإبن دون في وقت من الأوقات وقال له أنت ليه عملت كده يقول ضعفت كان فيه ضعف في حياتي كويس حل وخالص كان فيه ضعف وهو راجع كان مليان حاجات صعبة خالص خطايا صعبة جداً جداً وكان فيه برضو ضعف هو نفسه مش قادي يرفع عينيه لفوق إيه الفرق بين الأولاني والتاني من الإبن اللي كان فيه ضعفات وساب أبوه والإبن اللي برضو فيه ضعفات وراجع لأبوه ليه أبوه قبل ضعفات وهو راجع ومقبلش ضعفات وهو ماشي ليه سابه يمشي ليه ما مسكش فيه ليه ما قالوش لأ يا ابني معلش تخليك هنا وانا قابلك بضعفك برضو لنفس المشكلة مشكلة الكبرياء لا يمكن الإبن يسكن مع أبوه هو مليان كبرياء ربنا ممكن يحتمل كل ضعفاتنا ويساعدنا على التوبة من كل خطيانا ويقوينا ويزندنا ويعمل كل حاجة معنا ما عدا حاجة واحدة بس يقاومها الرب مكتوبة في كده المقدس الرب يقاوم مين مستكبرين بس انت بدولي طيب يزدونها يا رب رأيك فيهم ايه الخطار رأيك فيهم ايه السرقة اللي بيسرقوا رأيك فيهم ايه كله قالوا معلش كل دول عرف تتعامل معه طالهم ما فيش كبرياء اصلي مهما كبرت قطية الانسان طالما ما فيش كبرياء يبقى فيه امل اما الحاجة اللي انا اقاومها بعنف ولا اقبلها اطلاقا هي ايه الكبرياء تي خطيطيش طال نفسه ولو دخلت الى قلب الانسان يضيع الانسان الفري بين الانسان اللي ثبت ابوه وذهب الى كرة بعيدة والانسان الراجع هو اللي تضع في الاول وهو ما يش قال ايه قال انا ابن انا من حق المراس كبرياء وهو رجع قال انا ايه ده انا ما استحقش اكون عبد على الرغم ان فيه هنا يعني اختلاف منطقي شوية الكتاب يعلمنا ان الابن هو الذي يثبت في البيت الابن هو اللي قاعد في البيت اما العبد ده هو اللي ممكن ايه يتباع ويتشير ويروح ده عبد بضاعة كده ايام سوق العبيد كانوا بيباعهم زي البضاعة كده اما الابن ده مكانه بيت ابو ده مكانه فالمفروض لو انت ابن تفضل في بيت ابوك ولو انت عبد ما تجيش ففيه اختلاف منطقي هنا شوية لكن الكبرياء عكس المنطق راح جاي قال له انت ابن تاخد فلوس ابوك وتخرج برة وده اللي بيعمله فينا الشيطان يخلي الاول الخطيئة شكلها جميل قوي وبالكبرياء الواحد يتبع هذه الخطيئة وتكون نتيجة ايه السقوط هيكون السقوط عظيم بيخلف المنطق في فكر البشر يقول له انت ابن من حقك تاخد الفلوس وتمشي المنطق يقول له ده انت ابن من حقك تقعد في بيت ابوك مش كده بيعمل معانا لغاية دلوقتي كده يجي الواحد يقول له انت ابن ربنا ليك حقوق على ربنا ربنا مش هيعقبك ربنا مش هيحرمك من الملكوت اعمل اللي انت عايزه ربنا عمره ما هيسيبك لا ده منطق مش مظبوط هو حد يقع في الفخ ده تتقول لك مننا ابن ما ينفعش اخطئ اك مننا ابن ارجع واتوب اتمنى انا ابن مافيسيب شابة بيت ابويا مش ابن عام لنا عايزه وامشي مش ابن بقى واثق في المراس وخلاص واخدت الخلاص واخدت المراس ومافيش حاجة تفقدني هذا الخلاص لا انا ممكن افقد هذا المراس وممكن افقد هذا الخلاص ازاي وانا ابن المعمودية وانا ابن الكنيسة ماانااخدت المراس واطلعت ضيعته برا ورميت الدرر امام الخنازير اخصره ممكن قوين اخسره لكن لو أنا ابن وعارف أن أنا ابن أخذ المنطق الصحيح مش المنطق المقلوب وأقول أنا ابني يبقى لازم أثبت في البيت لازم أثبت في الكنيسة ينبغي أن أكون في مالي أبي لازم أعود هنا في بيت ربنا لازم أتحوط بخدام ربنا لازم أشبعان بجسد دم ربنا لازم أشبعان بخير بيت أبويا لأن ده بيتي وبيت أبويا لو أنا ابن هذه الحقوق اللي ليه حقوقي إيه؟ أني ما سيبش البيت مش ابن يعني سيب البيت الفرق بالإنسان اللي ثبت أبوه واللي رجع أن الأول قال أنا ابن فين حقي أما اللي رجع قال إيه جعني كأحد وجرائي الأول كان شاعر بالغنى أخذ فلوس أبوه شعر بالقوة بالغنى أقدر دوقتي أعمل أنا عايزه والتاني اللي راجع كان غلبان قوي وشاعر بفقر جديد رسالة ربنا إلى كنيست الله وذكيين أو ملاك كنيست الله وذكيين بيقول إيه؟ بيقوله لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس فقير وأعمى وعريان إيه الفرق بين الاثنين؟ الأولان مليان كبرياء مليان غرور فاكر أنه غني فاكر أنه استغنى فاكر أن لا حاجة له إلى شيء والتاني أدرك الحقيقة بتاعته أنه شقي وبائس وقاعد في مزرعة الخنازير فقير أعمى وعريان بردهن وقعين ومحتاج لبيت أبوه ومحتاج لخير أبوه الأول كان شاعر بالغنب ساب الكبرياء ولكنه لما فتح يعنيه وشعر بمدى فقره رجع لأبوه الأول كان شاعر بالشبع أنا مش بحتاج لحاجة لكن التاني شاعر بالجوع علشان كانت طوبة للجياع وطوبة للعطاش وطوبة لكل واحد بيجوع ويعتش للبر والقداسة لأن ربنا هيشبعهم ومش هيسبهم أبداً جعانين كبرياء الإبن الأصغر هو الحقيقة كان الساب الأساسي لسقوطه ما كانش طمع في مال لأنه كان عنده المال ما كانش طمع في السلطة لأنه كان عنده السلطة ما كانش طمع في أي شيء أكتر من أنه دافع الكبرياء هو اللي خلا يسقط ويأخذ كل مراسه ويطلع يضيعه بره علشان كان الكنيسة دايماً حتى في صلاتنا في المزمور الخمسين في كل يوم وفي كل ساعة في الأجبية بتذكرنا أن الزبيحة لله روح منصحق وأن القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله أبداً ليه ربنا ممكن يبعد ويدير وجهه عن إنسان يقول كده هو في سفر أرمية لأنهم لم يزلوا يعني لم يتضعوا ربنا مش عايزنا نتزل لكن عايزنا نعرف حجمنا نعرف إحنا مين عشان إحنا لما نعرف إحنا مين نرجعله ونلجأ له وهو يشبعنا لأنهم لم يتضعوا إلى هذا اليوم ولا خافوا ولا سلكوا في شريعة يفر إيدي التي جعلتها أمامهم وأمام أبائهم نسيين ربنا عايز يسكن في قلوب متواضعة يعلمنا سفر إشعياء أن ربنا بيقول شوفوا السماوات كرسية أنا عايش في السما الأرض موطئ لقدمي أين البيت الذي تبنون ليه عايزين ربنا يسكن معنا نبني له بيت نبني له بيت شكله إيه ده الساكن في السماوات والأرض هي موطئ قدميه إزاي نقدر نبني بيت لربنا شكله إيه أي بيت تبنوه لي وأين مكان راحتي ربنا لما يجي يحب يرتاح يرتاح فين يا رب السماوات والأرض هو اللي مش مكافيناك ترتاح ربنا عايز يرتاح في مكان تاني أنا كل دي صناعتها يداي يقول الرب طب يا رب أنت عايز تسكن فين يقول إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنصحق المنصحق الروح والمرتعد من كلامي هو ده القلب اللي أنا عايز أسكن فيه قلب الإنسان المتوضى طب يا رب لما تسكن في القلب المتوضى ده هتعمل إيه يقول لك في سفر المزامير أنه يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسرهم لما هاجي أسكن في القلب المنكسر ده أنا هكبره أنا هصلحه لما هاجي أسكن في القلب المتواضع ده المكسور ده أنا هريحه مش هبقى مكسور هيبقى بيرفكت لأني أنا بيرفكت هاجي أسكن فيه لأنه هكذا قال العلي معلمنا إيشعياء يقول لنا كده هو لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه قال إيه ربنا قال في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنصحق والمتواضع الروح ليه لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنصحقين أنا لما هاجي أسكن في الروح في القلب المنكسر ده سوف أحيي هذا القلب المنكسر لما أسكن في القلب المتواضع ده سوف أكبر هذا القلب وأكبر هذا هذه النفس لكي ما أحيا معها وأسكن في هذا القلب الإتضاع هو اللي رجع الإبن الضال الإتضاع معناه الإتضاع يقود للإنسان إلى الاعتراف يا منس تلوح تعترف عند أبونا بس اعترافات كده وخلاص يعني لكن الاعتراف الحقيقي اللي منقاد بالإتضاع الإتضاع هو اللي قاد الإنسان للإعتراف مش النهاردة يوم كذا وعد الشهر ولازم اعترف لا أنا عشان قلبي منكسر وشاعر بضعفي وشاعر بنقصي وشاعر بجوعي وشاعر أني عريانو عايزة كسي أنا حاسس بهذا الألم بهذا الاحتياج وبهذا الجوع وهذا العطش فبطدع لأني بعرف حجم نفسي وأقول لا أنا لازم مرجع للحضن أبوي فبعترف بإيه؟ بعترف بالخطأ زي ما قال الإبن الضال أخطأت في السماء وقدامها أعترف بأخطأت ده دواقع أخطيت يا رب ربنا هيسمح هيسامح لما برجع واعترف بالخطأ المتكبر عمره ما يعترف بالخطأ إنسان النفس متكبر صعب علي جدا 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 اليون غلطان أما الإنسان البسيط المتواضع لو قلت له فلان بس انت غلطت في المدينة يقول لكم آلو أنا آسف أنا ما خدتش بالي ما عليش سمحني يعترف بالخطأ الأعترف بالخطأ الدليل على الضال حقيقي الإعترف بالفقر أن الإنسان يقول كده زي ما قال الإبن الضال كم أجير يفضل عنه الطعام؟ بيت أبويا غني وأنا هنا إيه؟ قاعد مع الخنازير بتمنى إني أملأ بطني من الخرنوب ليأكله الخنازير إعترف بالفقر يبقى إعترف بالخطأ وإعترف بالفقر أيضا إعترف بإني ضال ومحتاج أن أنا أرجع لبيت أبويا أنا قاعد هنا بعمل إيه؟ فين بيتنا؟ فين العز؟ فين البركة؟ فين الشعور بالدفء؟ الشعور بالأمان؟ الشعور بالحب اللي أنا كنت بشعر بيه في بيت أبويا؟ قاعد هنا بطلطم وسط الحيوانات وسط العبيد ويلطموني كل واحد شوية الاعتراف بالاحتياج لسطر الرب الاعتراف أيضا بمحبة الآب لقول أن الإبن كان عارف كويس أو أن أبو بيحبه وواسق في محبته مكان شراء رجع يقول لك أن هرجع هذا ده هيعمل فيه إيه؟ وأنا ليه يوش أرجع؟ ده أنا لو رجعت هتردني بره هجيب العبيد يشيلوني ويرموني بره لكن هو كان عارف أن قلب أبوه طيب وكان عارف أن أبوه يحبه وكان عارف أنه لما يرجع أبوه عمره ما يخرجه خارجا فلازم نعترف أيضا بمحبة الله لنا الإنسان المتواضع ينظر دائما إلى نفسه وينظر إلى الله فيعترف بخطأه يعترف بفقره يعترف النضال يعترف باحتياجه ويعترف أيضا بحب الله وقلب الله الواسع ومحبة الله وغفرانه ورحمة الله الواسعة جدا 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 توبة حقيقية بدون اتضاع الله يعطينا جميعا أن نحيا فضيلة الاتضاع التي تقودنا بعمل روح القدوس فينا إلى توبة حقيقية لنرجع إلى أحضان الآب ونشبع برحمته وغفرانه لخطيانا له المجد في كنسته الآن كل آمن ظهر الدهور كل عام